بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد عليه أفضل الصلاة وازك السلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلا وسهلا بكم أعزائي الطلاب والطالبات مجددا في سلسلة شروحات مقرر صناعة القرار في الأعمى اليوم بإذن الله سنستكمل الحديث عن تحديد المخاطر سنتناول إدارة الأزمات وبعض تقنيات في الأعمى لكن قبل ذلك بالتأكيد سنتطرق الدرس السابق ونربطه بإذن الله في الدرس اليوم ذكرنا في الدرسين السابقين نحو البيانات وتطويرها لكي تكون فعالة للمشكلات ماذا تناولنا في هذا الأمر؟ ذكرنا أن البيانات تساعدك في اتخاذ قرار الصحيح قبل ذلك في معرفة وصف بيان المشكلة تعرف المشكلة بشكلها الحقيقي تصفها، مخاطرها، نطاقها كل ذلك من البيانات الفعالة كما ذكرنا كثير من نظمات الأعمال اليوم تعتمد على التقنيات الحديثة في استخدام أو استخراج البيانات وتحويلها إلى تقارير، تحويلها إلى معلومات مفيدة تساهم في اتخاذ القرار المناسب والتعامل بالتأكيد مع المشكلة ذكرنا أيضا أن المخاطر محتملة ولا بد أن تقع في قطاع الأعمال لا يمكن أن أتخيل عمل بدون مخاطر لذلك لابد أن نحدد هذه المخاطر ونحاول إدارتها من خلال التنبؤ حينما نتخذ قرار ما المخاطر المحتملة في حال النجاح في حال الفشل وبعد ذلك نقيس هذا المخاطر وهذه الأرباح هل هي مجدية؟ هل مخاطرنا التي تحملناها بالإمكان أن تعطينا أرباح تنسينا أو بمعنى أصح هذا الخطر أو تقوم بإقناعنا بتحمل الخطر أما أن هذه المخاطر قد تجعلنا في قلق وبالتالي قد نخسر المنظمة ككل أو نخسر أو تخسر الوظيفة إذا كان على مستوى الفرد وبالتالي ذكرنا أن المخاطر واردة ولكن كيف نتعامل معها وإدارتها هذا هو المطلوب من منظمات الأعمال وكذلك على مستوى الأشخاص ذكرنا أنه يجب علينا أن نحدد المخاطر قبل اتخاذ القرار بالتأكيد قبل أي قرار لابد أن نعرف ما المخاطر لهذا القرار كذلك أن نحدد كلفة كل قرار أو كل خطر من هذه المخاطر إذا اتخذنا أو تحملنا الخطر الأول ما الذي سيحدث؟ كذلك نتعرف على الأرباح المحتملة لأن المخاطر مقرونة بالأرباح وكذلك بالاستثمار المخاطرة والعائد يسمى أيضا كلما كان العائد عالي كلما كانت بالتأكيد المخاطرة عالية وكذلك إذا انخفضت المخاطرة بالتأكيد العائد منخفض لكن المنظمة تبحث عن عائد بمخاطر أقل عائد مرتفع بمخاطر أقل كذلك ابحث كشخص عن حلول قريلة المخاطر وعالة أرباح أيضا في ملايجي فعل ذكرنا لا تتجاهل العواقب من المجازفة لا تتجاهل المخاطر لابد أن تضعها في عين الاعتبار لا تخترى الحلول التي يكون مخاطرة عالية وأرباح منخفضة إذن قد تصبر على هذه المخاطر ولكن في النهاية تكون أرباح غير مجدية أيضا ذكرنا حينما يكون لديك حلول بالتأكيد ستبحث عن تجربتها واختبارها إذا نختبرها على نطاق ماذا؟ واسع محدود؟ بالتأكيد نطاق محدود لكي تتأكد أن هذا الخيار مناسب بعد ذلك تبدأ في تعميم إذا نجح كذلك تأكد أن هذا الاختبار الذي أجريته على هذا الحل هو يظهر لك نقاط قوة الحل وضعفه بحيث تعزز هذه النقاط وتحاول تقليص هذا الضحل كذلك اطلع جميع المعنية في مرضمة من مسؤول من زميل متعلق عمله في هذه المشكلة أو هذا الخطر لابد أن تطلب على اختباره كي يتأكد أن اختبار صحيح فيما يتعلق ما لا يجب فعله في الاختبارات أو في الاختبار لا تتجاهل إذا ظهرت نتائج غير مقنعة بسببك أو غير مرغوبة إذا لا تتجاهل لابد أن تضعه في عين اعتبار قد تتجاهله وبالتالي قد يكون الخطر أكبر من التعامل مع أو ترك هذا المشكلة كذلك لا تنسى اختبار خطة بديلة هناك خطة بديلة تختبرها كذلك لكي تتأكد أنك وضعت الخطط المناسبة أيضا لا بد أن تتجنب نقل أخبار السيء بمعنى إذا حينما يحدث أمر سيء لا بد أن نقوله كما هو لا يكون هناك تزييف للحقائق ومراعاة لمثلا المسؤول أو مراعاة لمشاعر الشخص إذا لا بد أن تنقل هذا الخبر لكي لا يكون هناك تفاقم للمشكلة والخطر وبالتالي قد يؤدي إلى خسارة المنظمة هذا المشروع وهذا الغطاع وهذا المنتج هذا ما ذكرناه في الدرس السابق اليوم نكمل أيضا في تحديد المخاطر سنتناول إدارة الأزمات والتقنية في العمل فيما يتعلق في الأزمات هناك بعض المشاكل أكبر من غيرها ويمكن أن تؤثر على المنظمة بأكملها واتطلب هذه الأزمات الحقيقية ردود فعل مدروسة وأخلاقية المشكلة حينما لا تعامل معها قد تتحول إلى ماذا؟ إلى أزمة والأزمة إذا لم نتعامل معها قد تتحول إلى كارثة وبالتالي كلما كان أو كلما أسرعنا في التعامل مع المشكلات كلما استطعنا السيطرة عليها قبل أن تتحول إلى أزمة أو كارثة وبالتالي كل قرارات لابد أن تكون أو ردود الأفعال تكون مدروسة لكي لا نفاقم هذه المشكلة وقد نحولها إلى أزمة بسبب التعامل معها فمثلا لو نظرنا إلى جائحة كوفيد-19 جائحة كورونا أنه يمكن للأزمات من خلال ننظر أن الأزمات الكبيرة قد تمتد إلى نطاق عالمي كما حدث في هذه الأزمة وأصبحت جميع الدول متأثرة وجميع الغطاعات تعليم الصحة الأعمال كل ذلك تأثر بهذا الأمر والحكومات أيضا استجابت لهذا الأمر لماذا؟ لأن هناك مخاطر على اقتصاداتها وبالتأكيد حتى على أقل الأمور حتى في الحياة اليومية للناس تأثرت بهذا أو هذه الأزمة في ذلك المملكة العربية السعودية بالتأكيد تأثرت من هذه الجائحة وكان هناك إدارة للأزمة هناك حينما توضع في أزمة أو في مشكلة هناك إدارة للخطر بعد ذلك إدارة للأزمة كيف تديرها وبحكم خبرتك بحكم دقتك مسارعتك في مبادرتك في اتخاذ القرارات كلما كان هناك سيطرة على هذه الأزمة وهذا ما شاهدنا في المملكة العربية السعودية فمن خلال المبادرات التي وضعتها الحكومة في احتواء الانتشار وتقليل الأثر السلبي مثلا فرض قيود مواقة على السفر مثلا إغلاق بعض الحدود بعض الدول مثلا المنتشر فيها هذا المرض كذلك التباعد الاجتماعي من خلال الحجر الذي تم كذلك هناك تدابير مثلا للشركات وتطعيم هناك مساعدة للشركات ومواردها وبالدعم لمسات صغيرة كل ذلك لكي نقلل من الأزمة وبالتالي استطاعت المملكة بفضل هذه القيادة إدارة الأزمة وما نشاهد الآن عدنا والحمد لله إلى الوضع الطبيعي وذلك نظير إدارة الأزمة المميزة كذلك الجائحة لو نظرنا إلى ما قبلها لم تكن متوقع بهذا الشكل إلا أن المنظمات كما ذكرنا والحكومات دائما وأبدا تضع في عين الاعتبار هناك كوارث جائحة قد تقع وبالتالي دائما ما يضعون احتمالات الخطر كما ذكرنا في البزنز أو في الأعمال كذلك الحكومات على مستوى أشخاص لا بد أن نضع في عين الاعتبار أن هناك خطر ما قادم ولا بد أن نتعامل معه لكي يكون لدينا تقبل للمشاكل والأزمات التي قد تقع ولا نتفاجأ بها أيضا مثلا في مرض آخر أو تفشي السارس عالميا في الفترة ما بين 2002 وحتى 2004 أيضا المملكة كانت من الدول الموقعة على اللواحة الصحية وذلك من خلال مساعدة في الوقاية من هذا المرض واستعداد للجائحة وبالتالي أصبح لدينا خبرة في هذا المرض كذلك أن الأزمات أو احتمال الحدوث الأسوأ هو احتمال ضعيف غالبا ما يكون هناك ندرة في هذه الأزمات العالمية التي تكون جائحة لكنها قد تقع وبالتالي من المهم أن نضع في عين الاعتبار إلا أن هذه الأزمات حينما تقع تكون تكلفتها مرتفعة جدا لذلك نشاهد كثير من الدول وقد تكون دول كبيرة تأثرت سواء في التوظيف وتأثرت في حتى الغذاء وتوفير الأدوية لشعبها ونشاهد أمامنا كربا السعودية من خلال إدارة الصحيحة لم نشعر بكثير من هذه الأزمة وإنما أصبحت هناك بعض الحالات المؤقتة ومن بعد ذلك تحولت إلى فرصة وأصبحنا نشاهد تحول سواء في التقنية في التعليم إلى فرص جديدة لم تكن في السابق وكما ذكرنا في درس المشكلات أن قد تكون المشكلة أو تعريف المشكلة قد تكون نقطة تحول إيجابية لذلك من المؤكد أن الاستعداد إلى ما هو أسوأ بالتأكيد يساعدك على ماذا؟ على تجنبه حينما تتوقع الأسوأ قادم إذن حينما يقع الأمر بأقل مما توقعت سيكون بمقدورك السيطرة على هذا الأمر وتجنب بالتأكيد الأثر المحتمل هناك استراتيجية وهي استراتيجية حشد المصادر قد تستخدم أيضا في الأزمات أو في حل المشكلات هي مصطلح لوصف طريقة حشد المجموعات أو ما يسمى crowd sourcing وهي للحل مشكلات أو التعامل مع المشكلات من خلال حشد المجموعات وعادة ما تكون هذه المجموعات إلكترونية وتسمى جمهور مثلا تقوم المنظمة أو الشركة بعرض مشكلة للجمهور على أنها دعوة مفتوحة للمشاركة في إيجاد حل من الحلول نضع المجتمع أو نضع الأشخاص المعنيين بهذه المنظمة أن لدينا مشكلة ونطلب منهم ماذا؟ الحلول لهذه المشكلة من خلال التقنيات المتاحة وبعد ذلك تختار المنظمة أفضل الحلول وتصبح هذه الحلول ملكة لها وبالتأكيد يتم بعض الأحيان مكافأة بعض المشاركين في الجمهور ما رأيك بهذه الفكرة؟ ما رأيك بهذه الاستراتيجية؟ حينما مثلا تقع منظمة ما مثلا في مشكلة أو تريد من الأفراد أن يشاركون في إيجاد حلول مثلا اتخاذ قرار في بناء أو في تصميم أو أي كان أو في شعار مثلا أو مشكلة قد وقعتها المنظمة وتقوم بوضع مسابقة لأفضل حل وذلك يشيرك أطراف المجتمع بهذا الحل بالتأكيد سيكون هناك ماذا؟ حلول كثيرة قد تكون أفكار غير مألوفة إبداعية وبالتالي قد تظهر خيارات جديدة للمنظمة وتستعامل معها المشكلة مثلا لدينا الهيئة الملكية لمدينة الرياض وضعت هذا الأمر من خلال أنها وضعت استطلاع للمستهلكين من خلال استعانة باستراتيجية حجز المصادر لتطوير المدينة وتحسين خدماتها وضعت مقترحات أو وضعت استطلاع حول رأي المجتمع في مدينة الرياض حول تطوير هذه المدينة وبالتالي كان هناك مشاركات وأفكار وبالتأكيد هذه الأفكار يتم بل وراتها ومن ثم الوصول إلى أفكار مناسبة منطقية تكون أفضل بالتأكيد حينما يفكر شخص أو شخصان بتطوير مثلا مدينة الرياض مثلا لدينا مثال آخر المركز الوطني التنافسية لديه منصة ومنصة استطلاع كذلك تقوم بهذا الدور من خلال وضع استطلاعات معينة لمعرفة الحلول والأفكار حول مثلا لوائح حول استراتيجيات حول خطة مستقبلية كل ذلك من خلال مشاركة أفراد المجتمع بالتالي يصبح لدينا كما ذكرنا حلول للمشكلات ومخاطر قد تكون محتملة أيضا يمكن لأي شركة الاستعانة أو منظمة استعانة بهذه الاستراتيجية وهي تسمى حشد المصادر أو الاستعانة بالجمهور أن تستقصي المشكلة بتكلفة منخفضة حينما نطلب من أشخاص قد يكون متخصصين قد يكون هو شخص وبفكر واحد وقد يكون هناك تكلفة كبيرة إذا نظرنا إلى منظمات تكون متخصص في حل مشكلات لكن حينما يكون هذا الحل مطروح للجميع وكما ذكرنا قد في المنظمات قد يكون الموظف البسيط يعطيك حل لم يفكر به مثلا دوي الخبرة وبالتالي حينما نشرك أكثر عدد ممكن بأقل تكلفة يؤدي إلى حلول مبتكرة حلول لم تكن موجودة وقد لم ننظر لها من هذه الزاوية من غير العاملية قد يكون العامل لديه تصور معين حول هذا الأمر وبالتالي حينما نشرك أطراف أخرى بالتأكيد سيجعل هناك حلول كما ذكرنا مبتكرة وغير مألوفة وبالتأكيد تكون إبداعية لكن هذه استراتيجية بالتأكيد قد يكون هناك مخاطر لها إحدى هذه المخاطر أنه يمكن أن نهدر وقت بعرضها للجمهور وطلب الحلول وفي النهاية لن يكون هناك مثلا حل مقنع بسبب تعقيد المسألة أو بسبب تعقد المشكلة ولم يكن هناك ولم يستطع مثلا أطراف المجتمع أن يقوموا مثلا كل الأطراف أو كل الأفراد أن يقوموا وقدموا الحلول المناسبة وبالتالي قد يذهب هذا الوقت وننتظر بعد ذلك يكون هذا الوقت خسارة لمنظمة في انتظار الحل ومشكلة قد تكون تفاقمة وبالتالي قد نخسر الشيء الكثير لذلك هذه بالتأكيد كل استراتيجية هناك مزايا وعيوب وكما ذكرنا كل قرار هناك مخاطر حينما اتخذ القرار باستخدام هذه استراتيجية هنا مخاطر وبالتأكيد قبلها ذكرنا المزايا أيضا القوة في العدد تأتي هذه القيمة الاستراتيجية في العدد الكبير الذي تستطيع من خلاله الوصول إلى أفكار جديدة وابتكارات جديدة مثال ذلك ذكرنا هناك وكالة حكومية وخاصة اعتمدة أو ستين وكالة حكومية اعتمدت على هذا الأمر وبالتالي هناك أفكار مشاهدة وابداعية في السوق نضير إشراك الناس ومن هم معنيين في المنتج مثلا حينما يكون ديك منتج ما وتطرحوا لي هذه الفئة قد يعطيك الأشخاص حلول لذلك أن نشاهد كثير من المنتجات تطورت بناء على رأي العملاء أو استبانة التي تقدم لهم بعد الشراء أو بعد تقديم الخدمة أهمية التعاون كذلك هذه الاستراتيجية يمكن توفر الاستعانة بالجمهور من خلال تغذية راجعة نستطيع من خلالها نؤثر على قراراتنا وبالتأكيد العملاء دائما ما يكونون يبحثون عن منتج أفضل وبالتالي يرغبون في التعاون مع هذه المنظمة وبالتالي سيكون هناك أكثر فاعلية لقراراتها فعلى سبيل المثال مثلا تقوم شركة للأثاث بدعوة عملاء لتقديم تصميمات للكراسي مثلا مما يساعد على تحجم القاعدة عملاء مخلصين ومتحمسين حينما تشرك المنظمة العميل في تصميم معين وتقوم بإنتاج إذن العميل يشعر أن هذه المنظمة أخذت برأيه وبالتالي سيكون له ولا أكبر بالتأكيد ويكون هناك ولا وإخلاص لهذه المنظمة لأن هناك إشراك في عملية تصنيع وأخذ الرأي أيضا الاختلاف ليس أفضل بالضرورة لا يمكن أن نطبخ استراتيجية حجز المصادر أو استعانة الجمهور على جميع الأعمال هناك أعمال ليست مرغوبة أو ليس لها جمهور كبير هناك قطعة أو أعمال تكون لها شعبية أو يكون لها رغبة في تصميمها وبالتالي تختلف بطبيعة هذه الأعمال مثلا حينما يكون لدينا منصة أو موقع مثلا لعاب الفيديو هناك بالتأكيد شعبية كبيرة لهذا المنتج وبالتالي قد يكون لدينا مصممين يكون لدينا أفكار جديدة لكن حينما نظرنا إلى مثلا منظفات المنزلية قد يكون الأمر غير مجدي أو غير مرغوب بالمشاركة أو قلة الحلول التي قد تصل وبالتالي هنا قد تختلف في عمل التطبيق بناء على طبيعة المنظمة ونشاطها في نهاية هذا الدرس دعونا نستذكر ما تطرقنا له ذكرنا أننا تحدثنا عن المخاطر وإدارتها ذكرنا أن كل عمل معرض لمخاطر محتملة هذه المخاطر لابد أن أعرفها لكي حينما تقع أستطيع إدارتها وبالتالي تقليل من أثارها السلبية على المنظمة كل قرار أتخذه هناك مخاطر هناك نتائج إيجابية هناك نتائج سلبي من هذا القرار سواء على مستوى الفرد أو على مستوى منظمة وكذلك كما ذكرنا على مستوى الدول كذلك اختر الإجابة المناسبة ذكرنا هذا في درس اليوم استراتيجية مهمة كراود سورسينج وهي حشد المصادر أو استعانة بالجمهور وهي وسيلة لماذا؟ متى نستخدم هذه استراتيجية؟ لتوظيف العاملين أو الموظفين تقرير المخاطر وزيادة الأرباح هل نستخدمها للاستعانة بالعديد من العمالها من الخارج أو العمال الخارجية لإنهاء العمال أم استخدام مجموعات لحل المشكلة؟ ما رأيك؟ ذكرنا أن هذه استراتيجية من استراتيجيات إيجاد الحلول للمشكلات وبالتالي نستخدمها لطرح أكبر حل ممكن بتكاليف منخفضة بأيضا أفكار إبداعية مبتكرة غير ملوفة وبالتالي يقودنا إلى التعامل مشكلة بالشكل الصحي إلى هنا أعزائي الطلاب نكون انتهينا من درسنا لهذا اليوم شكرا لكم لحسن متابعة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا لكم